السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحصة خاصة بتمارين صفحة 57 من درس الأعداد الكسرية الضرب والقسمة السؤال 9 أحسبوا لدينا 3 أعداد كسرية نضرب البسط في البسط والمقام في المقام نضرب 5 في 6 30 ونضربها في 7 فتعطينا 210 ونضرب كذلك 4 في 25 و20 في 6 120 وفي العملية الثانية نضرب 5 في 3 15 وفي 2 30 ونضرب 8 في 7 56 وفي 10 560 ونضرب 7 في 4 28 مضرب في 5 240 240 و4 في 25 ونضرب في 2 تعطينا 40 ونضرب 2 في 3 6 و6 في 10 60 ونضرب 11 في 10 110 وفي 3 330 التمرين 10 أحسوب لدينا عمليتي الضرب والقسمة نبدأ بإنجاز عمليات الضرب 1 في 5 5 في 5 و3 2 6 فنحصل على العدد الكثري 5 على 6 نضرب في مقلوب 5 على 6 وهو نفس العدد الكثري إذا أتممنا عملية الضرب نضرب 5 في 36 و6 في 35 والخارج هو 1 وهنا عمليتي الجمع والضرب نبدأ بعملية الجمع فنوحد المقام فيصبح 21 في المقام و7 زائد 6 في أربست نضربه في 1 على 2 7 زائد 6 13 نضربه في 1 13 و21 في 2 42 نبدأ في هذه العملية بعملية الضرب فنضرب 2 في 3 6 على 5 ثم نضرب 3 في 3 9 4 في 5 20 ثم ننجز عملية القسم فنضربه في مقلوب هذا العدد الكثري 6 على 5 مضربه في 20 على 9 6 في 20 120 و5 في 9 45 ثم نمر إلى العملية الرابعة نبدأ بعملية الجمع 2 زائد 3 على 4 نوحد المقام فنكتب 8 زائد 3 في البسط و4 في المقام ونضربها في 3 على 5 8 زائد 3 11 ونضربه في 3 و3 و3 و4 في 25 نمر إلى التمرين 11 ولاحظه ثم أتممه حسب المثال 6 مقصومة على 5 تساوي 6 في مقلوب 5 وهو 1 على 5 ثم نضرب 6 في 1 6 على 5 نقوم بنفس الشيء في هذه العملية بقسمة 25 على 3 نضربها في مقلوب 3 وهو 1 على 3 25 في 1 25 في 1 25 على 3 ثم نمر إلى عملية القسمة الثانية 35 مقصومة على 7 هي 35 مضربة في 1 على 7 تعطينا 35 على 7 وهنا نضرب 17 في مقلوب 7 وهو 1 على 7 فنحصل على 17 على 7 وفي هذه العملية نضرب 52 في مقلوب 17 وهو 1 على 17 فنحصل على 52 على 17 نمر إلى التمرين 12 وزع أب على أولاده الثلاث مبلغا من المال قدره 10 ألاف درهم فأخذ الأول 1 على 2 من المبلغ وأخذ الثاني 2 على 5 من المبلغ وأخذ الثالث ما تبقى أحسب حصة كل واحد إذن لمعرفة حصة الإبن الأول يجب ضرب 1 على 2 في 10 ألاف درهم فنحصل بعد عملية الضرب على 5 ألاف درهم وهي حصة الإبن الأول أما لمعرفة حصة الإبن الثاني فيجب ضرب 2 على 5 في 10 ألاف أيضا فنحصل على 4 ألاف درهم وهي حصة الإبن الثاني ولمعرفة حصة الإبن الثالث يجب القيام بهذه العملية وهي أخذ المبلغ بالكامل ونطرح منه مجموع حصة الإبن الأول والإبن الثاني وهي 5000 زياد 4000 تعطينا 9000 و 10 ألاف ناقص 9000 هي 1000 درهم فتكون هي حصة الإبن الثالث التمارين 13 أحسبوا نبدأ بعملية الضرب 7 في 1 سبعة و 2 في 5 عشرة ثم ننجز عملية الضرب الثانية 4 في 1 أربعة و 5 في 3 خمسة عشر فنضرب في مقلوب ناتج هذه العملية وهو 15 على 4 نضرب 7 في 15 تعطينا 105 و 10 في 4 تعطينا 40 هنا نبدأ بعملية القسمة نضرب في مقلوب العدل الكثري الثاني و 1 على 4 مضروف 3 على 2 يعطينا 3 على 8 وهذه العملية تعطينا 3 على 8 وبضرب في المقلوب تصبح 8 على 3 و 3 على 8 مضروف 8 على 3 تعطينا 1 لأننا يمكن الاختزال ب3 وب8 نمر إلى العملية الثالثة نبدأ بعملية الضرب 1 في 3 3 و 2 في 5 عشرة ثم ننجز عملية القسمة 3 على 4 مضروف 8 وهو 1 على 8 يعطينا 3 على 32 نضرب 3 في 3 وتعطينا 9 و 10 في 32 تعطينا 320 و في هذه العملية نبدأ بعملية القسمة 3 مضروف في مقلوب 4 على 5 تعطينا 15 على 4 نضربها في 2 و نحصل على 30 على 4 التمرين 14 يقول 4 إغتياء بغضاء إكي طبالما لتخوى سيوكات دو لسيرفاس دون فارم كالفراكسين دو ساتسيرفاس غو بخيزنط لبار دو شاكين التمرين يقول 4 وراتة قسموا بالتساوي 3 على 4 من مساحة مزرعة السؤال ما هي نسبة المساحة التي تمثل حصة كل واحد منهم؟ إذن بما أن الورطة يقسمون بالتساوي مساحة المضرعة نقول نسبة كل واحد نقسم 3 على 4 على 4 نضرب في مقلوب 4 و 1 على 4 نحصل على 3 على 16 نقسم 3 على 5 من المساحة المزرعة التمرين نقسم 3 على 5 من المساحة المزرعة بالطريقة التالية الأول أخذ 2 على 5 من المبلغة والتاني 1 على 3 من المبلغة والأخير أخذ الباقي السؤال يقول ما هي حصة كل واحد منهم؟ لمعرفة حصة الإبن الأول نقوم بضرب 2 على 5 في 450 فنضرب 450 في 2 900 على 5 تعطينا 180 درهم وهو نصيب الإبن الأول ولحساب نصيب الإبن الثاني نضرب نسبة ما أخذه وهو 1 على 3 مضروبة في المبلغة ونحصل على 150 درهم ولمعرفة حصة الإبن الثالث نطرح مجموع ما أخذه الإبن الأول والتاني منقص من المبلغة بالكامل فنحصل على 120 درهم شكرا